اهلا بكم الى المساء قالت مدير صندوق النقد الدولي كريستان ليغارد ان دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه عجزا في موازناتها اذا استمر هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية بعد ان انهتها العقود الاجلة لخام برينتا القياسي امس الجمعة تداولات الاسبوع بسعر 86 دولار للبرميل يأتي هذا فيما اعلن وزير المال الكويتي انس الصالح خلال افتتاح الاجتماع المشترك لوزراء المال ومحافظي المصارف المركزية الخليجية ان الهبوط المتسارع في اسعار النفط بات يهدد النمو الاقتصادي في دول الخليج ويتطلب التعامل معه تغيير الاولويات لمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيفينا في المساء معنا من جدة المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد سرور الصبان ومعنا من دبي مستشار الاستثمار الدولي الدكتور علي الحديثي ويمكنكم ايضا مشاركة في الحوار من خلال طرح سيلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك بداية ابدأ هذا الحوار مع الدكتور محمد الصبان دكتور محمد استمعنا طبعا إلى حديث كريستين لغارد وحديث أكثر من خبير في الواقع تحدثه في الإعلام في الأيام الماضية إلى أي درجة تشكل هذه التحذيرات تهديدا حقيقيا لاقتصادات الخليج ومدى الاحتمالية في حدوث ذلك أيضا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة أنا في تصوري أن سعار النفط وانخفاضها في العون الأخيرة كان بمثابة مفاجأة للبعض وإن كنا نتحدث عن هذه السلسلة من انخفاضات من قبل أكثر من عام من الآن الوضع الاقتصادي الخليجي يمر بمرحلة لا بد له وأن يراجع أسس وأساليب الإنفاق المحلي الحكومي بمعنى أنه لا بد أن يكون هناك ترشيد للإنفاق والتحسب حتى لو لم تنخفض أسعار النفط لا بد أن يكون هناك نظرة بعيدة لإزالة كل أساليب وكل أنواع الهدر الموجودة في موازين أو ميزانيات دول مجلس التعاون نحن نعرف أن دول مجلس التعاون قد تعودت على سعر 100 دولار للبرميل وأكثر وبالتالي بنت إنفاقها على هذا المستوى بالنسبة للمملكة العربية السعودية سعر تعادل الميزانية حوالي 85 دولار للبرميل الكويت في أقل وهكذا فالمشكلة الأساسية هنا أنه لو لم تتحقق هذه الأسعار فإن هناك بوادر لعزب في ميزانيات دول الخليج وهذا لا يمكن تحمل في الأمد المتوسط والطويل ربما في الأمد القصير تستطيع هذه الدول أن تسحب من احتياطياتها وخاصة الدول التي تمتلك صناديق سيادية تستطيع أن تسحب أزاء متزايدة من احتياطاتها المالية من أجل إعادة التوازن للميزانية لكن أيضا هذا أمر خطير لأن السحب من الاحتياطي يؤثر ويربك حجم الاحتياطي المالي لهذه الدول ولذلك فإن من الأفضل لهذه الدول أن تتجه إلى ترشيد الإنفاق وتتجه إلى إزالة الهدر الموجود وإزالة كل التعثرات أو التعثر الموجود في مختلف المشروعات في الخليج نعم أنتقل إلى الدكتور علي الحديثي من دبي دكتور علي إذا ما تحدثنا عن هذه طبعا الإنخفاضات والتراجع في الأسعار ما هي التوقعات؟ هل ستدوم؟ هل ستبقى بهذه الوتيرة؟ تعتقد؟ بسم الله الرحمن الرحيم أحييك وأي حييي المشاهدين الكرام لقناتكم الغراء وأود أن أوضح أنه السحب النفط دائما تركن إلى النقاط التالية اللي يحكم بها العرض والطلب أولا قبل كل شيء القاعدة هذه وعلينا أن ندرك بأن هناك الموجود الفعلي الآن العرض كثير والطلب أقل والنمو أقل منه متوقع زائدا دخول أمريكيا بشكل زادة عن 9 مليون برميل والآن على الصخر الزيتي وغير تريد أمريكيا أن ترفع انتاجها وتهول حتى لو إعلاميا هذا الأمر كله يؤدي بالنتيجة إلى استمرار استمرار عملية انخفاض الأسعار أنه إذا لم يكن هناك العرض أكثر من الطلب إذا لم يكن الطلب أكثر من العرض أو على أقل موازي له أو أقل بقليل أكيد سيكون هناك انخفاض وهناك أسباب أخرى جيوس سياسية أنه هناك لغرض ضرب بعض الأذرع العدوانية التي تهدد الخليج من خلال عملية تخفيض أسعار النفط من قبل دول الخليج أو دولة على الأقل من دول الخليج وغير ضرب الأذرع لتلك الدولة التي تهدد أصبح الدول الخليج في اليمن وإلى آخره واقتصاد تلك الدولة وأصلا منهار داخلية ولكن دكتور علي فقط في هذه الفكرة التي قدمتها عن المشاكل في المنطقة والتدخلات وكذا أليست من المفترض أن ترفع أسعار النفط؟ نحن نراها تنخفض الآن والحديث عن التوتر السياسي بشكل خاص نعم الذي يؤدي دائما إلى انخفاض أسعار النفط عاملين رئيسيين طبعا العامل الأول الذي الآن موجود في السوق هو أنه العرض أكثر من الطلب هذا كقاعدة والثاني الذي يؤديه استثناء هو التوتر والحروف في المنطقة وتعرض المنطقة إلى مقاطر سياسية أو عسكرية الآن الأثنين هذه أصبحت متوفرة يعني المفروض الأمر هذا يكون يؤدي إلى هالمخاطر هذه تؤدي إلى زيادة على طلب النفط أولا وتؤدي بالتالي إلى زيادة الأسعار الأمر الذي نحن الآن نلاحظه أنه العرض يزيد والطلب يقل أولا ثانيا التنمية ليست كما ينبغي الموضوع أقل النمو الاقتصادي أقل مما كانت توقع ثلاثا التهديدات تزداد يوم عن يوم أما الأسعار تنخفض هذا غريب في حسابات السياسة النفطية عبر عقود الزمن وبالتالي هناك حكيت لك على الجيو السياسي هذا حسب ما يتحدث به الكثير أن كان هو المؤثر في هذا أو قربط المعادلة مؤثر على المعادلة جعلها عكس المتوقع أو كان بدقة يعني لا نستطيع أن نجزم لذلك 100% هناك محللين ولكن الموضوع الأمامنا أن القاعدة أن الطلب أقل من العرض والتوترات تزيد السعر الآن الثنان متوفران والنفط فيه وأنا أتوقع مزيدا من الانخفاض أكثر من هذا السعر أيضا جيد دكتور محمد طبعا استمعت إلى حديث دكتور علي بداية هل تتفق معه على موضوع الأسباب يعني موضوع هو موضوع العرض والطلب وإذا كان موضوع هكذا كيف يمكن معالجة الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض أسعار المفض أنا أتفق مع زميلي الدكتور علي فيما قالوا ما عدا نقطة واحدة وهي الخاصة بأسباب السياسية التي ذكرها وأن هناك محاولة للتأثير في دخول بعض الدول المنتجة نتيجة لأزمات المنطقة هذا غير صحيح أنا في تصوري أن انخفاض الأسعار سببه الرئيسي هو كما ذكر الوجود الفائض في المعروض النفطي وهذا له فترة بدأ يتراكم هذا الفائض نتيجة للأسباب التي ذكرت ومنها زيادة إنتاج النفط الصخري النفط الصخري الآن في حدود 3.5 مليون برميل في الولايات المتحدة سيصل إلى 4 مليون بداية العام القادم وسيصل إلى 6 مليون في عام 2020 هناك أيضا بعض الدول الأخرى خارج الولايات المتحدة التي ستبدأ في إنتاج النفط الصخري تكاليف النفط الصخري خفطت إلى أقل من 40 دولار وهذه مفاجأة كانت لكثير من دولنا وبالتالي لو انخفضت الأسعار إلى 40 دولار سيستمر المنتجين الحاليين للنفط الصخري سواء في الولايات المتحدة أو غيرها ولذلك لا بد أن نتأقلم مع وجود النفط الصخري أيضا غير النفط الصخري النفط التقليدي هناك زيادات كبيرة في الإنتاج من الدول سواء دول الأوبك أو دول من خارج الأوبك على سبيل المثال ذكرت أن العوامل الجيوسياسية التوترات الموجودة مثلا في العراق وليبيا في الواقع خلال العام الحالي زاد إنتاج ليبيا من 100 ألف برميل يوميا إلى 900 ألف برميل يوميا وبالنسبة للعراق زاد من 2.5 مليون برميل يوميا إلى الآن في حدود 3.5 مليون برميل يوميا إذن ليس هناك انقطاع التخوف في الأسواق حينما يحدث انقطاع نتيجة للتوترات السياسية ميزة العراق أن معظم الحقول هي في الجنوب وبالتالي لم تتأثر الحرب على داعش هي في شمال لكن لم تتأثر حقول الجنوب في إجمال هذا طبعا روسيا على سبيل المثال زادت إنتاجها إلى 10.5 مليون برميل وهي التي تطالب دول الأوبيك أن تخفض من إنتاجها لا يمكن لدول الأوبيك أن تخفض من إنتاجها لوحدة هناك مقولة ذكرها الرئيس صايب سلام رحمه الله ذكرها لي والدي ولم أكن في عهدي أنه قال نظري أو مبدأ التفاهم والتفاهم بمعنى أن على روسيا وغيرها من الدول من خارج الأوبيك وأيضا دول الأوبيك أن تتفاهم الوضع الحالي وأن تبدأ في التفاهم مع بعضها إذا أرادت أن ترفع أو تحسن أو تبقي الأسعار دون أن تنخفض إلى مستويات أقل من مستويات الحالية طبعا الدول الأخرى لم تبدي أي استعداد لا روسيا لا نرويج لا المكسيك إلى آخره كل هذه الدول هي في الماضي ولا زالت إلى الآن تعتبر راكب مجاني تنتظر ماذا تفعل الأوبيك من أجل أن تقوم أو أن تستفيد من الأسعار المتحسنة دكتور محمد دعنا ننتقل إلى زاوية أخرى وأنت كنت تريد التحدث عن المملكة أريد أن أسأل الدكتور علي عن تأثير هذا التراجع على الموازنات في دول خليجة العام المقبل وتعلم الموازنات هي تتعلق بكل شيء سواء البنية التحتية في المواضيع التنموية في كل شيء هل ستتأثر هذه الموازنات العام القادم إذا ما استمر هذا التراجع نعم بس عندي فد تصحيح بسيط إذا تسمح لزميلي موضل على عجالة دكتور علي دكتور محمد نعم بالنسبة أنا لم أقل أن هذه الدول التوترات أوقفت أو أخف فيها لتصدير النفط لا أنا قلت هناك ما يقال ويشاع أن هناك الجو سياسية هناك اتجاه لعملية التخفيض في سبيل الإيقاف دولة من عدوان في المنطقة كما يقال كما وضحت ألمدي فقط هذا اللي أقصده وليس أقصد أن العراق أقل إنتاجه أو ليبيا أو غير الله هي مستمرة على زيادة هذا واحد اثنين ما يتعلق بالآثار السلبية لعملية انقفاض أسعار النفط أولا تعلم ويعلم المشاهد الكريم أن هذه الدول بذات دول الكريجية يعني عموم ميزانيتها أغلبها على موضوع النفط عامل مؤثر وحاسم فيها وبالتالي يوجد سعر أساسي يعني تبني ميزانيتها على سعر مثلا 80 دولار أو 90 دولار أو 100 دولار فتبني أنفاقها وتبني مشاريعها وميزانيتها وتنميتها وكل الأشياء الاقتصادية الممتدة من ميزانيتها تبنيها على هذا السعر عندما يحدث مثلا قاب قوي بين هذا السعر وبين السعر الحالي الذي أصبح سعر راهن وبانخفاض أكيد سينعكس سلبا على هذه المشاريع في التنمية سينعكس سلبا على الإنفاق سينعكس سلبا على موجبات كثيرة الدولة ملتزمة فيها تجاه شعوبه وتجاه موازنتها وتجاه أن كانت موازنتها ستأثر بشكل كبير أو تصبح فيها الموازنة عجز كبير إلى غيره وبالتالي مطلوب من هذه الدول الآن طالما أشار زميلي أيضا أكد تجاه الأمريكي الآن في موضوع إنتاج النفط والزيادة بهذا الطريق والفائض الذي أصبح بشكل مباشر يؤثر كبير على السعر فعلي دول الخليج أن تبدأ من الآن عملية دراسة حقيقية وجدية لإعادة جد وإعادة تنظيم لعملية الإنفاق وإعادة سعر أساس النفط وليكن سبعين دولار أو خمسة وستين دولار بدل من ثمانين أو تسعين لأنه وصل ستة وثمانين ما لنزل إلى خمسة وسبعين فأنت احتياطا تبدي مثلا سبعين دولار فتبدي أنت هنا من تسعين إلى سبعين رح يكون عندك قاب قوي كيف تعوض هذا؟ تعوضوا بإعادة ترشيق الإنفاق إعادة ترشيق التنمية أورجي حينعكس طبعا على مستوى الإنفاق على مستوى المشاريع على مستوى الكثير من الأمور ولكن أنت الضرورات تبيح المحذورات أنت أمام عملية تتصرف بضوء ما موجود عندك هذا الموجود عندك بدل خزين هكذا يكون عليك أن تتصرف كقيادة وإن شاء الله قيادات القريج واعية لهذا الأمر أن تعيد دراسة الأمر وتضع هذه الآفات بالطريق الذي يؤمن إنسيابية النفقات وإنسيابية التنمية بحيث أنه تكون بمستوى موازي لما هو قادم ودون أن تكون أماما جيد دكتور علي وصلت الفكرة أيضا زاوية أخرى أسأل دكتور محمد صبان دكتور محمد ماذا عن القطاعات الأكثر تضررا إذا ما حدث هذا الموضوع أو متأثرا في الخليج وما هي الدول التي ستتأثر أكثر من دول أخرى في الخليج شكرا أعتقد أن هذا سؤال مهم في تصوري أن هناك مع وجود الاحتياطيات الكبيرة المالية قد لا تتأثر ميزانيات دول مجلس التعاون هذا العام حتما هذا العام لن يكون هناك عز لأنه بدأ انقفاض الأسعار من يونيو والتدريجية لم يصل إلى هذا المستوى إلا خلال الأسبوعين الثلاثة الماضية وبالتالي فالسنة هذه يستحيل أن يكون هناك عز من العام القادم لابد أن تبنى ميزانيات دول مجلس التعاون كما ذكر زميلي الدكتور علي على سعر أقل سعر يتناسب مع واقع سوق البترول سعر يتناسب مع إمكانيات كل دولة وفي تصوري أن القطاعات التي لا يجب أن تتأثر هي القطاعات الانتاجية قطاعات التجهيزات الأساسية قطاعات الانتاجية قد تتأثر بعض قطاعات الدعم الاجتماعي ولكن هذه أيضا لا بد أن يكون هناك تحسب كبير لأنها مسألة حساسة لما يمكن أن يؤدي إليه فقط تستثمر الوقت ستتأثر دول أكثر من دول على مبدأ أن بعض الدول نوعت مصادرها المملكة العربية السعودية لديها أكثر من 3 تريليون ريال سعودي هذه احتياطيات صحيح لا تستثمر بشصورة مطلوبة لكنها حتما هذه ستعطيها نفس أطول من غيرها لا شك أن الدول زي الكويت أيضا سيكون نفسها طويل لكن دول أخرى مثل عمان على سبيل المثال أو البحرين هذه ستتأثر بشكل أكبر خاصة البحرين التي تعتمد في جزء كبير من استهلاكها المحلي على ما تصدره دول الخليج لها وهي تنتج كمية محدودة لكن في مجمل الأمر أنا أعتقد أن هناك شحم كبير في موازين أو في حجم الانفاق الخليجي وبالإمكان أن نزيل هذا الشحم عن طريق اتفاع رجيم قاسي نوعا ما بما يمكننا من أن نكون أكثر صحة وأكثر عافية في الوقت الذي نستطيع أن نوفر به مبالغ كبيرة على مبدأ دكتور علي على مبدأ شد الحزام يعني هل وصلنا إلى هذا الموضوع؟ لا موجود ضرورة شد الحزام هو ترشيد الانفاق يعني خليني أعطي على سبيل المثال في دول الخليج الإعانة التي تقدم للوقود طبعا لا يمكن إزالتها لكن لابد أن ترشد هل تعطى للغني وتعطى لجميع الفئات بما فيها العمالة المستقدمة أو يتم اقتصارها على المواطن وإذا تم اقتصارها على المواطن هل كل المواطنين ولا فئة معينة يعني لابد الدول الخليجية لابد أن تفكر في هذا لأنه حجم الإعانات كبير جدا المملكة العربية السعودية على سبيل المثال تعطي ما يقارب 162 بليون ريال سنويا إعانة للوقود وهناك هذر بيتزايد معدل استهلاك دكتور علي فقط وصلت فكرتك دكتور محمد أنتقل لدكتور علي على عجال دكتور علي هل هناك خطوات يمكن اتخاذها لعادة توازن للسوق والأسعار الآن الخطوات هذه يجب أن تكون بتكاتف جميع الدول ماذا يعني إذا دول أوبك اتفقت على أمر ما وأمريكا وروسيا تتصرف خارج الإطار ودول كثيرة خارج الأوبك بإعاز أو بغدون إعاز تتصرف في إنزال الكميات الكبيرة من النفط ويبقى الفائض في السوق يعني ما هو الخطوات أن الدول الأوبك ممكن تجتمع ممكن تقرر ممكن تخفض لكن أخو غيرك الآن هدفه أكبر من هذا هدفه التخفيض للأسعار وبالتالي هو لديه الإمكانيات أن يضخ ويزيد من عملية ضخ النفط أضافة لذلك الدول الأخرى اللي بأوبك الآن كلها طالعة من قضايا مثل ليبيا والعراق الآن هي مواصلة في عملية زيارة يقول لك هذا سقف طبيعي يعني العراق لم يأخذ سقف الطبيعي حد من أربعة ونصف مليون برميل الليبيا بعد سقف باع طويل إيران عليها حصار على نصف النفط فالتالي أنت أمامك حتى دول الأوبك أمامه الآن لمساء يعني مجال لأن تزيد من من الإنتاج النفط وبالتالي بالنسبة لهذا الموضوع تكاتف دول الأوبك يجب أن يكون تفاهم مع بقية أطراف المنتجة في السوق كي نصع إلى هذا أشكرا وأنا أتفق مع زميلي الحقيقة على عملية الترشيد وهي عارة ترتيب الأمور في دول الخليج قبل أن يأتينا يعني زمان أكثر من هي كي يكون إحراجا للعملية وإذا تحسنت الأمور هذا زائد خير للجميع إن شاء الله أشكرك أشكر كنا معي من دبي مستشار الاستثمار الدولي الدكتور علي الحديثي ومن جدة المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد سرور صبان شكرا لكم شكرا لكم